نحن فعلاً بحاجة إلى إصلاحات جدية وتغييرات كبيرة لا بد من الإقدام عليها مع تصاعد المطالب بالتغيير والإصلاح يسعى رئيس الجمهورية برهم صالح إلى تأكيد مواقفه المتلاحقة حول إحداث ذلك التغيير وبالسرعة والجدية الممكنتين وذلك من خلال إجراء انتخابات مبكرة باعتماد قانون انتخابي جديد ومفوضية انتخابات جديدة تلك نقطة تحول جوهرية يسعى إليها الرئيس صالح وتتخطى ثغرات الانتخابات الماضية وتمنع التلاعب والتزوير والمحاصصة الحزبية نعمل الآن في رئاسة الجمهورية للتمهيد لحوار وطني للعمل من أجل مناقشة ومعالجة الاختلالات البنيوية في منظومة الحكم وذلك وفقا للسياقات الدستورية والديمقراطية ويعمل على تلبية المطلب المشروع للعراقيين في حكم رشيد يتجاوزون من خلاله إلى وثغرات التجربة الماضية وأيضا يساعدنا في هذا العمل نخبة من الخبراء والقانونيين الكفوئين والمستقلين الرئيس صالح أكد خلال لقائه رؤساء وممثلين نقابات والمنظمات أن العمل الحتيث الجاري من أجل إعداد مشروع قانون جديد للانتخابات سيتم الانتهاء منه وتقديمه إلى مجلس النواب خلال الأيام المقبلة ويعد مفتاحا لإصلاح حقيقي وجذري للعملية السياسية مشروع القانون الجديد للانتخابات بحسب رئيس الجمهورية يضمن احترام آراء الناخبين ويحقق العدالة في التنافس من أجل الوصول إلى مجلس النواب وكذلك تغيير مفوضية الانتخابات بمفوضية أخرى على أسس مهنية خالصة وبعيدا عن التسييس والولاءات الحزبية دور جوهري للتهدئة من خلال تصور عملي وشامل لحل الأزمة التي تكاد تشل البلاد اليوم